السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشتركوا يفعل زر الجرس عشان يوصولوا إشارات بكل الفيديوات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير سلوكياتنا ومعتقدتنا وفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة هذا في من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها وبتأثر على مجالكم الطاقة النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 وهو التفكير المستمر في شخص معين أنا بفكر فيه على طول مش قادر أوقف تفكير فيه وشك إن هو بيحبني أنا عايزة أتأكد عايزة بدل منا اللي مشغولة بيه طاقيا منا اللي بلاحق طول الوقت لا عايزة هو اللي يلاحقني هو اللي يبادر هو اللي يهتم هو اللي يسأل هو اللي يبقى مجغول طول الوقت طاقيا بيه الحقيقة الموضوع ده هيرجع للطاقة العكسية يعني إيه الطاقة العكسية؟ أنا معك أنت بتحب الشخص وبتفكري فيه ومتعلقة به ومش شايفة حد قدامك في الحياة غير هذا الشخص لكنك إنك حس إن الشخص بينفر منك حتى لو أنت متأكد حتى لو هو اعترف سواء اعترف أو ما اعترفش أنت حاسة إن فيه نفور طاقي منك بمجرد كده ما تبقى مدلوقة عليه وتفكري فيه زيادة عن لزوم تحس إن الشخص بيبعد عنك وده حقيقة حتى لو بيحبك هيبعد عنك ده بيرجع لقانون الطاقة العكسية لازم لازم يكون فيه جهد في اتجاه وفيه جهد معاكس طاقة في اتجاه وطاقة معاكسة يعني تحب الشخص وفي نفس الوقت ما تتعلقش بيه أنا عايزكم تحققوا هذه المعادلة لو حققتوا هذه المعادلة هتحب الشخص بدون ما تكون متعلقة به بدون ما نفسيتك تتأثر بدون ما أي حاجة في حياتك تتأثر ولا يومك يتلغبط ولا أعمالك تتلغبط ولا تحس بتقاط سلبية ولا بتحس بتقاط داخلة بتأثر عليك ولا تحس بأي شيء وتحس إن أنت عايشة كده ملكة يومك عادي بالرغم إنك ما بتحب الشخص أنت هنا تعمل إيه؟ تبطلي تتعلق بهذا الشخص وتقولي يا ده يا مش هتخطأ يا ده يا مش هتجاو يا ده يا مش هحب لا حبيه وطلعي من حقلك كل هذه الأفكار حبك حبك ما حبكيش ما حبكيش إنما أنت طول ما انت حطه في دماغك إن أنا لأ ومحوره تفكيرك على هذا الشخص إن أنا لأ لازم يحبني بالرضاة وغصب عنه هيحبني هعمل تمارين تخاطر عشان يحبني طول ما انت بتفكري بهذا المبدأ صدقين الشخص هيبع عنك وينفورميني أنت لازم تصلي للبالانس للتوازن الطاقي في سيكولوجية العلاقات لازم يكون فيه توازن طاقي يعني ايه توازن طاقي أنا بحب بهذا الشخص لكن عايش حياتي لكن بروح شغلي باجي من شغلي بأدي واجباتي بأدي فرودي نفسي ونفسيتي مش متعكرة مش حاسة إن فيه طاقات سلبية خنقاني طاقات سلبية مأيداني لا يومي بقضيه بشكل طبيعي بالرغم من أن أنا معجبة بهذا الشخص وبحب هذا الشخص لكن مش مؤثر على طاقية احنا عايزين نصل لهذه المعادلة المعادلة دي هتتحل وهتصل لهذه المعادلة طول ما انت شايفة إن هذا الشخص بالنسبة لك شيء عادي شيء عادي حصلت عليه أو ما حصلتش عليه حبني أو ما حبنيش مش هتفرق كتير معاي مش هتفرق كتير معاي أنا كده كده نفسيتي مرتاح أنا كده كده متوازنة طاقية حتى لو أنا بحب فأنا متوازنة طاقية وبعرف إزاي يخلي نفسيتي متازنة وبعرف إزاي يخلي ضغط الإيجابية على طول على نفس النمط وبعرف إزاي تخلص من آية تقسل بها بشعر بها سيكولوجية العلاقات خاصة علاقات الحب بين الأفراد لازم يكون فيها زكاة طاقي زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت خليكي عندك زكاة طاقي زكاة طاقي إن أنت ما تتعلقش بأي مخلوق على وجه الأرض لأن أنا بيجي لي رسائل وبسمع فيسات ناس عايزة تنتحر ليه تنتحر؟ ليه نفسيتك تبقى متضمرة؟ شخص حبك حبك ما حبكيش يمشي يروح لحاله سيبيه تخلي عنه تجهليه صدقني هو اللي هيركد وراك صدقني هو اللي هيبحث وهو اللي هيبادر لأن بيوصلوا طاقات منك إن أنت كده كده هو مش فرقلك حبتي ما حبتهش الشخص مش فرقلك أنت كده كده نفسيتك متزنة نفسيتك المتزنة ده طاقتها بتوصل للشخص الآخر لما نفسيتك تبقى متزنة الاتزان ده ليه طاقة بتوصل للشخص الآخر اللي أنت بتحبه إنما لو بتحبه ونفسيتك مش متزنة وحاسة بخنقة وطاقات سلبية برضو هذه الخنقة لها طاقة بتوصل للشخص اللي أنت بتفكر فيه وبتحبه علشان كده بقول لكم حب الشخص بدون تعلمه حب الشخص بدون ما تتعبوا نفسيتكم بدون ما تكتسبوا طاقات سلبية تأثر عليكم وتأثر على حلاقاتكم وبدل ما الشخص يقرب منك ويبادر لا تلاقيه بيبعد عنك وبينفر لازم يكون فيه طاقة في اتجاه وطاقة عكس الاتجاه عشان تصل لهذه المعادلة بالزبط علشان تحقق التوازن الطاقي بالزبط كل كلمة بقولها بتبقى موزونة كويس جدا جدا يعني انا بديكم نصايح لو انتو طبقتوها صدقوني الشخص اللي انتو بتفكروا فيه هيرجع لكم بسرعة البار استخدمي فقط فقط الشيء الوحيد اللي خليك تصل لهذه المعادلة بشكل سريع هو التجاهل التجاهل بس يكون من جواكي مقتنع مقتنع مش انا متجاهلة وخلاص اشوفه ضاير ويش لا من جواكي عشان الطاقة بتوصل طاقة التجاهل بتوصل هو بيبقى عارف انت متجاهلة وبتحبي وده تجاهل حب ولا انت فعلا متجاهلة ومعادش فريق لك فاهماني فانا عايزاكي حتى لو حبتي او بتحبي ومازلت بتحبي يكون تجاهل موزون تجاهل بزكاء من افوارش قوي برضه في التجاهل الطاقة العكسية بتدي نتائج قوية جدا جدا في وقت بسيط جدا جدا طب بقى هزي التقنية صدقوني الشخص اللي بتجاهلكم الشخص اللي حسينه اللي هو تقيل عليكم الشخص اللي حسينه اللي هو بينفر منكم صدقوني هيقرب منكم بسرعة البر فقط حفظي على نفسيتك وروحك وطقتك الإيجابية متزنة وحفظي على إنعامي إنعامي بالروحة النفسية صدقني كل حاجة هتلاقيها جايالك بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة أي حد عنده سؤال ياريتي سيبولي في التعليقات سايبالكم في صندوق الوصف رابط جروب الوطس ادخلوا عليه أي حد عنده سؤال ياريتي سيبولي